ايضا عايز اقول لحضراتكم خبر اخر والخبر ده بالنسبة لي هو خبر مهم جدا خبر مهم من طريقتين او من ناحيتين الخبر هو ان النادي الاهلي بيوقع غرامة مالية على مجد افشة بعد ازمة مباراة المقولين وخليني ارى لحضراتكم الخبر زي ما هو نازل على الموقع الرسمي للنادي الاهلي قرر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي توقيع عقوبة مالية على محمد مجد افشة لاعب الفريق الاحمر بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه امام المقولين العرب امس في الجولة السادسة من عمر الدوري افشة كان اعترض بطريقة غير لائقة اثناء خروجه في مباراة المقولين العرب امس ليقرر الجهاز الفني توقيع غرامة مالية عليه الحقيقة اللي انا باوريه لحضراتكم ده ده احنا متعودين من من اي مدير الكرة في النادي الاهلي ان هو يعمل كده كبتخالد بيبو عندما رأى ان هناك تجاوزا من محمد مجد افشة عمل ايه راح زي ما حضراتكم شايفين وخصم من محمد مجد افشة ليه لان محمد مجد افشة اخطأ من وجهة نظر مدير الكرة وبالتالي تم عقابه هذه هي فلسفة النادي الاهلي فلسفة الثواب والعقاب داخل النادي الاهلي طب هل افشة اعترض هل افشة عمل حاجة افشة لا انا عارفه بالمناسبة من يومين ثلاثة انا كنت في النادي وكنت في التمرين مع اللاعبين قبل مباراة المقولين العرب ولما اتكلمت افشة ده واحد من يعني لما سألت كده لقلولي ان افشة واحد من الناس اللي ما بيتأخرش دقيقة عن التمرين بييجي تمرينه بدري بيعمل كل حاجة من بدري بيحافظ على كل شيء اللي هو فيه ده قد يكون من تأثير او الخطأ اللي عمله وتم عقابه او تم فرض غرامة مالية عليه قد يكون تأثير مباراة او خسرتنا في مباراة سان داونز وبالتالي هو حاس ان هو كان يعني ان هو مضغوط وان هو عايز يعمل لجمهور النادي الاهلي حاجة كبيرة جدا وبالتالي انا لا ابرر لانه في الاخر هو خد غرامة مالية وبالمناسبة افشى تقبل الموضوع بصدر رحب والموضوع انتهى وما فيش اي مشكلة انت غلطت اخطأت فتم عقابك الموضوع منتهي ولكن افشى واحد من اللاعبين الملتزمين جدا 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 حتى فيه تقبله للعقوبة حتى فيه تقبله للعقوبة عشان كده انا بقول لحضراتكم عقوبة مهمة في وقت مهم الحقيقة للاعب مهم ومن اللاعبين المهمين داخل النادي الاهلي واذا بصنا لهذه العقوبة حنرى شيء واحد فقط هو فلسفة النادي الاهلي قال دائمة سواء بالثواب في حالة ان انت تعمل حاجة كويسة يتم تاخد مكافئتك بونس بتاعك او لقدر الله زي ما حضراتكم شايفين بتحصل مشكلة فبييجي المدير الكرة في النادي الاهلي يوقع عقوبة على من اخطأ وبالتالي تقبل مجد افشى هذه العقوبة بصدر رحب